شهد وزير النقل هشام عرفات توقيع عقد مكينات وبوابات تذاكر المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بين وزارة النقل وإحدى الشركات الفرنسية وفي تصريحات لأونلايف أوضح عرفات أن البوابات ستزيد الضاقة الاستيعابية للمرور عبر المترو خط الثالث ده حيستوع بـ 2 مليون بني آدم بحلول سنة 2000 إن شاء الله وعشرين فـ 2 مليون بني آدم يعني معناها أن عندنا الشبكة عندنا حتى المترو الأنفاق حتصل إلى 6 مليون مستخدم بإذن الله في اليوم فبالتبعية لازم نبص بقى نظرة على الدخول والخروج على المحطات فمن هنا جاء اللي احنا نطور المحطات البوابات نفسها انت عارفين طبعا وانا كنت أعلنت قبل كده من شهرين بعد ما خفضنا الدعم على التذكرة ان احنا عندنا الصداع الرئيسي كان بالنسبة لنا ان احنا نطور البوابات اللي هي ما نطورتش بقالها سنين من ساعة ما ده بالنسبة للخط الأول والتاني ان احنا حطينا تعاقيدنا بسرعة مع شركة تلس برضو وعملنا بوابات جديدة اللي هي من سميها روتري أرم طيب دي من غير ما تغير الكاباستي بتاعت او من غير ما تغير الطاقة بتاعت الخط الأول والتاني احنا عندنا بها شركات التالت هتزيد الطاقة عليه جدا فاحنا كنا لازم نفكر في تطوير آخر للبوابات